أدى صباح اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي رفقة الوفد المرافق له زيارة إلى ولاية مدنين لإطالع من خلالها على سير إنجاز جملة من المشاريع التنموية وكذلك ليلتقي المسؤولين الجهويين وممثل الأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني في الجهة من جهة أخرى عبر الأهالي عن مشاغلهم ومشاكلهم من النقائص التي تعيشها الجهة وقد سرح رئيس الحكومة أن هذه السيارة الميدانية هي سيارة عمل وليس فقط للإطلاع على الأوضاع